اهلا فيكن عن جديد بهذه الطغطية المستمرة للاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بطبيعة الحال احنا مستمرين بمواكبة كل ما يحصل على الارض سواء كان عم نحكي ميدانيا بما يتعلق بالغارات الاسرائيلية والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وايضا سياسيا كل ما يتعلق بالحديث عن المفاوضات ولكن اليوم نخصص هذه الطغطية المباشرة بشكل خاص للجلسة الطارئة التي ستعقد في باريز بما يتعلق بتأمين حماية معززة ل34 موقع اثري وتراثي لبنان يطالب اليونسكو بتأمين حماية معززة للا بهذه الفقرة رح ابدأ بأهل البيت رح ابدأ بزميل تيارة درغامية اللي رح تكون يعني سواء رح نكون اليوم عم نواكب هذه الجلسة ما بدأت اهل فيك يارة انت بنت البيت ولكن بدأت اهل بي دكتور جون ياسمين اهلا وسهلا فيك حضرتك متخصص بعلم الاثار اليوم معك رح نفهم تحديدا اهمية كل هذه المواقع قبل ما نبدأ بحوارنا دكتور سمح لي انتبع هيدا تقرير يلي اعدته زميلتي يارة درغام بس حتى نفهم شوي الاطار العام للجلسة اليوم ومن ثم نستكمل هذا الحوار انتو عم تتخيلوا انه في حضارات مرت على لبنان عمره فوق التسعة تلاف سنة مثل البرونزية الفينيقية الرومانية البيزنطية الصالبية والاسلامية وبعد اثارة موجودة لليوم عم نحكي عن مدن بكيملة معابد كلها ومتاحف كلها بتخبر هالتاريخ ونحنا ما رح نقبل ينمحها المواقع كلكم يمكن سامعين فيها وزيرينا بس في جزء مننا اليوم معرض لخطر الزوال لفعل الحرب الاسرائيلي المواقع يلي موجودة على الليحة طبع ال34 موقع ويلي هي مصنفة تراث عالمي للانسكو طبعا هو الموقع طبع بعلبك وهو اهميته انه هو من اكبر المعابد واكملة كمان على مستوى الامبراطورية الرومانية وكمان هي اللي بميزه انه بيجمع العادات التقليدية الشعوب اللي عاشت في هذه المنطقة مع العادات اليونينية الرومانية يعني العادات التقليد الدينية يكون بهارا kilograms مش بس على المستوى اللبناني بس هو طبعا على مستوى العالمي ولتاريخ البشرية جامعة كمان موقع سوري اللي هو جدا كمان معروف على المستوى العالمي واهميته انه كان مركز للتجارة البحرية والبرية بالفترة الفينئية وهو طبعا بيدل على غنى هذا المدينة من زمان من آلاف سنين لورا المواقع المحيطة كمانا بيصور هي مواقع جداً مهمة وأعطت للمتحف الوطني يعني من أجمل القطع الأسرية المعروضة حالياً بالمتحف طبعاً لها عالم هلأ حتسأل حتقول أنه نحن كيف مهتمين بالحجر لهذه الدرجة وفي خسائر بشرية كتير عم تكون كل يوم تقريباً على أسر العدوان الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية المتكررة على أكتر من منطقة بس الحجر كمانا هو فيه وراء بشر وهو فيه حضارات توالد على هيدا الأرض من ألاف سنين وبالتالي هو شاهد شاهد مادة كتير مهم على أنه وجودنا نحن بهيدا الأرض من ألاف سنين على تجزرنا وتعلقنا بالأرض وعلى كمانا تعلقنا بهويتنا اللبنانية أنه نحن مجينا من ماشي وأنه هاي الهوية هي فعلياً هوية عددية ومختلفة وفيها كتير غنى وهيدا الاختلاف هو بحد ذاته غنى لأنه نحن لازم نتمسك فيه بلبنان في أكتر من هالأربعة وثلاثين معلم في مواقع تاريخية وأثرية ببلد هالأد صغير بس هالأد غنى بتاريخه يلي بيغني إله وبيغني البشرية إذن دكتور يعني تابعنا هيدا التقرير اللي أعدته يارا وكانت عم تتابع هيدا الملف على مدى يعني أيام وأيام وأسابيع اليوم بداية لكل شخص عم يتبعنا اليوم أكيد ما في أغلى من الخسير البشرية بطبيعة الحال ولكن أيضا للبلد في عنده مقدرات ثقافية وتراثية مهمة اليوم إذا فينا نوضع شوية الناس بجو هذه الجلسة وأهميتها وليش نحن كلبنان طلبنا بحماية هذه المواقع لبنان عنده كتير مواقع مهمة لأنني بالنسبة للمواقع اللي انتقوها فيه بروسيجر باليونسكو تسمح بحالات الحرب أنه واحد يأمن حماية معززة لهالمواقع ولأن البروتوكول طبع سنة التسعة وتسعين بيلحظ هالبروسيجر الهومورك تبعنا نحن بوزارة السقافة بمدرية الأسار هو أنه نجرب قدر الإمكان نساوي كل اللي معقول ينعمل تنأمن هالحماية نحن تبعنا هالبروسيجر وعلى مدة أكتر من ثلاثة جمالة شهر تقريبا صار فيه عمل دقوب ومتواصل ونشارك فيه كتير عدد كبير من الخبراء شخصيا أنا شاغل كتير على القلاع بالجنوب وعلى ألاتش إيف قرنون وشاغل كنا بعلبك وعلى صور بإطار مشاريع متعددة وبهالإطار نحن كنا مجندين لمساعدة المدري العمل الأسار وهنا بالنتيجة هنا اللي اشتغلوا الملفات لأن النجاح الرسمي المنوطة بهالعمل حضرنا بعد ثلاثة جميع شغل هالملفات كلها أكيد بإشراف خبراء لبنانية كمان بيشتغلوا مع اليونسكو وبناتهم بحب سمي السجاة التابت يعني هو موجود بباريز اليوم حاليا موجود بباريز مع الوفد اللبناني مع الوفد اللبناني وهو يعني كمان عطى المشورة دقيقة مشان أنت نبني الملفات بطريقة مناسبة هودا الملفات كلها 34 ملف بيحكي بالتفصيل بوصف مفصل عن كل موقع وعن القيم الموجودة بكل موقع وأهمية كل موقع ليشوا استثنائية لأن أكيد إذا ما كان استثنائية هن ما بينظروا فيه هودا كل المواقع اللي احنا اخترناهن عندهم كل واحد منهم قيمة استثنائية من الناحية السقفية والأسرية والتاريخية هودا جزء من الايام اللي عندهم يون هالمواقع أكيد الايام متعددة بالمواقع نحنا وقت ما نكون من سوى تقييم لهالمواقع بقى بالتالي كان لازم كل موقع حسب خصوصيته يتم وصفه يتم إلقاء ضوء على أهميته الاستثنائية نعطي الأحداثيات طبع وين حدود الموقع وهيدا عمل كتير صعب لأن بد يكون فيه طبق مساح كتير يعني على علم بحدود الموقع الحدود الأنونية طبع الموقع ولاش هالباوندري يعني لهالحدود في هالمكان بش أكبر أما أصغر وين المناطق الحماية طبع الموقع من ناحية المدينية إذا وحد فيه يحكي لأن كل موقع عنده نحن من الشيء نسميه بافر زون يعني الإطار التي يحمي الموقع من التشويه لأن كل موقع أسره ما لازم يتشوه أكيد ضمن القوانين اللبنانية في منطقة حماية لكل موقع وبالتالي كل هالأحداثيات تكون دقيقة وموضوع أجواء الملف مشان تكون الملف مكتمل وبالتالي تم تحضيرهم 34 ملف من نهاينا أبدا تير تير صعب خاصة بالأجواء الحالية طبعا اللي عم نعيشها كلاتنا يعني الحرب والغارات والاستهدافات وبعد ما تأمن تأمينها تأمنت الملفات كلاتها نبعتت على اليونسكو أكيد مع سفيرنا في اليونسكو اللي عم يعمل كمان عمل جبار دكتور هنا إذا بنا نذكر شوي أنه فيه شروط يعني يمكن العالم مشكلة بتعرف أنه فيه شروط معينة لازم تتوفر بها المواقع اللي تم رفع 34 كرمالتها تقطع بلجنة طرق اللي رح تكون عم تنعقد اليوم باليونسكو وبعض الظهر بتوقيتنا شو هي أبرز الشروط بعتقدهن ثلاثة إذا فيك تخبرنا عنهم أكتر بالتفصيل يلي على أساسه أنه نحن اليوم بالمبدأ حسب معالمنا من وزارة الصافة أنه كل الشروط متوفرة بال34 أكيد أول شرط هو أنه لازم يكون هالمواقع عندها أهمية قصوى للبشرية جمعاء يعني بش بس لإلنا نحن عادة وقت ما ندرج على لحظة التراث العالمي بيكون عندها شيء اسمه قيمة عالمية استثنائية OUV بالإنجليزة Outstanding Universal Value وهيدا الكريتيريا كتير أساسة بالنسبة للإدراج باللاحة التراث العالمي بالنسبة لهون في عنا شيء منه يعني حاولت منقول أنه في عندها الموقع أهمية قصوى للإنسانية جمعاء مش إنهيك الأناسكو عم تتدخل يعني مثلا موقع مثل ألعة شئيف أرنون معبر كتير عن تسلسل الحضارات بموقع محصن يعني منشوف من الصليبيين للفاطميين للمماليك للايوبيين للعسمانيين لفخر الدين كلاتهم حطوا إيدهم وبنيهم هالألعة وبالتالي هي معبرة كتير عن تسلسل العمارة الدفاعية بلبنان وبالشرق وبالعالم أجمع يعني ما في قلاع مثلا قلاع فرنسا حقبة تاريخية واحدة مش تسلسل حقبات ونشوف من كل جزء من القلعة حقبة من الحقبات التاريخية كل حدا أضاف تقافته على الموقع بالمية مية يعني هاو ده بنسميهم بالعلم الأسار وبالتالي هيدا قيمة استثنائية للإنسانية جمعة مشان هيك تم وضع مثلا قلعة شئيف بهيدا الإطار يعني فيه الشغلة التانية لم يهم كتير لازم كمان أنه الموقع يكون محمى طبقا للقوانين اللبنانية يعني كل القوانين المحلية لازم تكون عم تحمي أساسا هيدا مطبق عنا بلبنان بها المواقع هيدا نحنا كل هالمواقع محمية بموجب أنون الأسار بلبنان والأنون الأسار قديم هو بس بيأمن الحماية الأساسية لهالمواقع كلها تالت شرط وهو كمان كتير مهم ما لازم يكون فيه حماية عسكرية للموقع بمعنى آخر مع العلم أنه الجيش اللبناني هو جيشنا الوطنة وإلو حق يكون موجود وين مكان لأن نحنا مضينا اتفاقية لهاي لازم أنه هيدا الموقع ما يكون محمى بموجب عسكر بالجيش يعني هذا فيه عنده حماية ممكن الدرك والشرطة المحلية وشي منها النوع بس منه قاعدة فيه قوى عسكرية بمعنى أنه منه فيها هي تحارب يعني أنه نحن نحن نحكي هون عن حماية بأجواء الحرب يعني وقت ما يكون محل فيه وبالتالي ما لازم يكون فيه كمان تواجهة عسكرية بالموقع هؤلث ثلاثة الشروط الأساسية هيدا يالي وقع على وزير الدفاع أيضا يعني ضمن الملف وقع وزير الدفاع اللبناني على عدم موجود سلاح أو كمان أي قوى بالقلاع أو بالموقع كلمة تصل لمستوفات الشروط كل يعني هالمواقع الأربعة وثلاثين يكون فيها شروط كل مناسبة يعني مثلا المتحف الوطن اليوم فيه درك على مدخله وحامينه مش الجيش اللبناني أوكي فينا اليوم لأنه نحن دغش بيقوله فتنا دغري بالموضوع بلا ما نذكر ما هي المواقع الأربعة وثلاثين إذا ممكن مع حضرتك نشوف دكتور هذه المواقع وكمان نشوف أكتر تفاصيل عن كل موقع بموقعه أهميته لأنه في مواقع معروفة للناس في مواقع اكتشفناها وبعتقد كمان يارك تخبرني أنه في مواقع اكتشفتها ما كانت يعني منا معروفة لكل الناس مثل بعلبك وشبال وإلى ما هنالك أكيد نحن عنا أول شي بفتكر أنا بش حفظهم كلهم إذا نقصنا خريم على لست رح نتشارك اللقنين بس تانحكي هلقني أكيد 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 أول شي الخمس مواقع المدرجة على اللحة التوراس العالمين نحن في لبنان عنا ست مواقع مدرجة على اللحة التوراس العالمين أخذوا منهم خمسة يعني الخمسة اللقنين بعلبك أكيد وكلنا بعلبك وصور اثنين مواقع مدرجين من سنة الـ 84 على اللحة التوراس العالمي ومثل ما تفضلت وحكيت بالتقرير يارا بالمية مية الايميل العالمية الاستثنائية هؤلاء الموقعين تم وصفهم بوضوح بالتقرير يارا هلقني في عنا ثلاث مواقع متبقية كمان كتير مهمين بين هالخمسة اللقنين عنجر من المدن الأموية القليلة بعد موجودة بالعالم مع كل مكوناتها يعني صور بحوطة طرقات الرئيسية كل النسيج العمراني القصور الأموية الموجودة جويتها هذا موقع من الحقبة الإسلامية وهو معبر كمان عن المزيج بين الأمويين والبيزنطيين بهذه الحقبة وفي عنا موقع جبال وكلنا بنعرف أنه جبال هي مدينة تاريخية تم يعني هي مسكونة من سن من الألف السادس أما السابع قبل الميلاد لتاريخ اليوم بلا توقف يعني هيدا موقع كتير مميز جبال وثالث موقع لأدرج هو موقع بترابلوس هو بعده مدرج حديثا من آخر المواقع لأدرجت بجهد من دكتور جاد بتأكيد وهو معبر كتير عن العمارة الحديثة لبنان معرض رشيد كرام المواقع اللي أدرجت على اللائحة حضرتك تحدثت عن المتحف الوطني متحف سرسو إذا فينا نحكي عن هالمتحفين قبل ما نستكمل بقوة باقي المواقع متحف الوطني من أهم متاحف الشرق الأوسط مفروض تعرفه متحف الوطني تعمر بالعشرينات والثلاثينات طبعا القرن الماضي وهو العمارة طبعيته معبرة عن هديك الحقبة التاريخية وبعدين المتحف الوطني شهد على الحرب اللبنانية كان على خطوط التماس وفي عنا صالة معبرة عن الحرب وبعدين بيحوي بطريقة مميزة لأن من أهم مهندسين متاحف شاركوا بتجهيز هالمتحف ونبنى شيئا فشيئا من من الأربعينات للحرب اللبنانية وبعدين من السوى وتسعين لليوم تم إضافات عليه رائعة وصوء من أهم من أهم متاحف مثل ما عم بقول بالشرق الأوسط بالنسبة لمتحف سرسق كمان متحف كتير مميز لأنه يعني بلدية بيروت عم تهتم فيه من ميلة ومن ميلة تانية بيحوي كل التراث الحديث يعني الار موديرن مثل ما بيقول بالفرنسي مع كل اللوحات والتاريخ المعاصر طبع كرن العشرين طريخ الفن طبع العشر العشرين في جوته تماثيل ليسلح ويك طبع البرج وعننا وشهد كمان الانفجار طبع 1920 وتم ترميمه أخيرا ورابع ورابع مرة المعطرين بالمتحف نجبره يجع يحطوا كل القطع بتعرفك وقت ما بيصير فيه مشاكل وحروب بينجبره يجع يوضبوا كل القطع ويحموها بالدبويات بالأرشيف بالأبري بالملاجئ نجبره يرجع يوضبوا كل القطع ويخبوها تحت لأن وقت الانفجار فيه عنا كزا لوحة فنية من كتير مهمين تشزوا ونجبره يرجع يرمموهم وبالتالي عم ينجبره يرجع عن جديد يحمو هالقطع عندهم بالمتحف الوطني اللي فيه قطع يعني بعتقد نقلة تم العمل زيته أكيد بس حاليا عفوا وين عم بيكون العدوان الإسرائيلي وين عم بيكون موجود أو وين عم بيصيب اليوم مش لازم يكونوا عم بيحموا هالمواقع غير غير طلب تأمين الحماية المعززة من ناحية الطريقة يعني يكونوا عم بيندبوا القطع الأثرية المهمة كما لا تتعرض لأي خطر أنا بعرف أن المدرية العامة لأثار عندها حاضر وهلأ إن شاء الله بيكون عم بيطلع مع بعض الشباب والصبايا اللي هن طلاب علم الأثر خبرونا شوي عن أهمية هالمعبد وأنه معبد إلى حد ما مكتم إذا فيك تعطينا التفاصيل عنه أكتر معبد عين حرشة مثل الترباع مع عبد لبنان تم ترميمة من التلاتينات وقت الانتداب الفرنسي إلى آخر السبعينات الـ 75 76 وهو دي حجارتها كبيرة بشكل إنه بينفهم بالسهولة الحجر من وين جاية كان وين كان محله هلأ يعين حرشة كان وضعه سنة 1930 وضعه مزري كان حجارته كلها فاتحة عن بعضه فيه 20 سنتم بين الحجر والحجر وعلى وشك الانهيار الكل بقى فيه منهجيات بالعملية الترميم الأسرة تلحظ إنه واحد يخد صور يرقم يرقم الحجار حجر حجر ويفكفقهم شوية شوية وبعدين يرجع يركبهم بطريقة منتظمة أكتر وقرابع بعضهم ويجرب يلاقي الحجار وين كانت يجعي حتى محلة وهذا العمل صار بالتلاتينات ورجع زبطوه بالسبعينات بين الخمسينات والسبعينات وعين حرشة بينتهم هو واحد من المعابد قال له من أيام الفرنسيين يعني بلشوا ترميمه وأنه ترميمه أيام مدري العام الأثار أيام ما كان المير موريس شاب مدير عام الأثار ووضعه الحالة رائع لأن وضعه محافظ عليه بشكل كتير كتير حالو من ميلة ومن ميلة تاني الضائعة اللي بتحيط فيه لعني في ضائعة هناك موقع روماني متكامل وما تم حفريات أسرية فيه وبالتالي في كل المعلومات عن تاريخ المكان عن طرق العيش بالفقرة الرومانية والفقرة البيزنطية الأجزاء الموقع هيدا كنز للأجيال القادمة ليش؟ لأن نحن ما في عنا اليوم ولا إمكانيات ولا مصار كفية مش أنت نقض نساوي حفريات وينما كان بلبنان نحن هالمواقع هن كنز للمستقبل للأجيال القادمة مش أنت بالمستقبل يقدروا يساوي هالحفريات وبالتالي يقدروا يفهموا كيف كانوا يعيشوا بهذه الوقت وطرق العيش والحياة الاجتماعية والحياة الدينية وهلو مجر أيضا معبد حصن نيحة شو فيك تعطينا التفاصيل عنه اليوم عم نحكي عن معبد يعطينا مثل عن هدول اتنان ولكن يمتن للبشرية كتير مهمة نحن عم نحكي ونضوي عليهم لأنه كلنا خيفانين أنه كنا عم نفقد هالمواقع اللي كتير مهمة أنه تكون عم تبقى وتكون عم تفرج الأجيال القادمة الداكن غني لبنان حصن نيحة سائبت أن حصن نيحة أنا سويت التيسس تبعيتها بالدكتور رايان على حصن نيحة لأنه سويت مونوغرافية عنه رفع كامل حجر حجر مع كل حجر شو مواصفاته وشو أهميته موقع حصن نيحة هجر بالكرن السابع ميلادي يعني بعد الهزة الأرضية طبع سنة الخمسمائة وخمسين ميلادي اللي هدمت جزء كبير من معلبك في هديك الوقت تم هجر المكان على تسعين بالمية موقع حصن نيحة في بقايا من الحقبة الرومانية الكرن الأول ميلادي والكرن الثاني والثالث ميلادي وفي كنيسة بيزنطية في بقايا منها وفي ضيعة بأمه وأبوها بيزنطية من الحقبة البيزنطية تحت المعبد نحن حامين هلأ نبس الموقع المدرج بالمدريت الأثار اللي هو مثل ما بيقولوا السنكتوير يعني وقال لا بيحيط فيه لأنه لا بيحيط فيه كمان فيه مدافن ومواقع مهمة بس أنه هيدا الموقع لم يستع ولا من ناحية الترمين ولا من ناحية الحفريات الأثارية تم شيء من نسمينا نحن بروسبيكسيون يعني يعني بحث على وجه الأرض لأن بتمينينات يعني صار فيه مشاكل بهيدا الموقع بس المهم في أنه بيحوي بعد كم هائل من المعلومات وإمكانيات الترميم للمستقبل ومعبر عن تاريخ المكان اللي هو بالبقاع بضيعة اللي حد النبع النبوعة هناك كل المعابد تم إنشاؤهم حد النبوعة المتفجرة بالربيع فظيعة يعني عن جد فعلا منطقة البقاع قديش غنية بالأثار إذا بدنا نحكي كمان موقع إضافة مدرج موقع عنجر موقع عنجر مدرج على اللحة التراث العالمية وقلت أنا قبل شوية هو من المواقع النادرة بالشرق الأوسط اللي موجود فيها كل عناصر العمارة الأموية يعني بأوائل القرن الوقت ما استقروا الأمويين يعني السلطة الأموية صاروا يساويوا شيء اسمه قلاع وكسور في البادية وكانوا هالكسور في كتير منهم بالأردن بسوريا وبلبنان وأهمهم بين كل هؤلاء المواقع الأموية هن هو عنجر لأنه عنجر مكتمل عناصر يعني صور المدينة بعده قائم مداخل المدينة قائمة الكاردو والديكومانوس اللي هن الشارعين الرئيسيين اللي عم بستعملهم تسميات رومانية لاتينية ليه لأن تم يعني هيدا المواقع بش أموية بس أموية أموية ملقح برومانة وملقح بتقنيات العمارة البيزنطية يعني كل عناصر العمارة طبعوله المنحوطة إن كان تيجان إن كان زخرفات كلهم أخذين الإنسبيريشن طبعيتهم من من الرومان من البيزنطيين ومن الفن الإسلامي وبالتالي هو مزيج من الاتنان والشوارع طبعهم أكيد عن نمط الروماني لأن شوارع مستقيمة ومزوية كزوايا شارع الرئيسي مثل ما كانوا كل المدن الرومانية الأساسية معمولة بالشارع الأساسي الكاردو ماكسيموس والشارع الأساسي ديكومانوس ماكسيموس واتناناتهم بيوصلوا على أبواب أربع أبواب للمدينة على أربع اتجاهات وبعدين الشوارع الداخلية وحتى العمارة العمارة الداخلية جوات موقع عنجر متابعين هالاتجاهات الأربعة وبالتالي وإذا واحد يفوت ويشوف القصر الأساسي والقصر التاني والمسجد تبع الخليفة هشام بتشوفهم كل العناصر تبع العمارة الإسلامية موجودة من جدار القبلة والمحراب وبركة الوضوء يعني كل العناصر موجودة وعناصر القصر موجودين كمان وين كانوا بيقعدوا العرش وين بيستقبل العالم يعني وأخيرا صار فيه عمل يعني المدرية العاملة قامت بعمل ترميم جوات هيدا الموقع عنجر مشانتا تبرز مع الموت وتفرج أهميته هون لازم أيضا نكون عم الميز بين عنجر ومجد العنجر كمان مجد العنجر موجود على الليحة هيدا الموقع اللي في كتير ناس ما بتعرف عنه قدمة عنجر معروفة أنا شفته بالصور كمان وتعرفت على لابس بعد مش زيرته شو المكونات الأساسية لهيدا الموقع وشو مميزاته تفهموا فيه بلبنان أكتر من 100 معبد روماني يعني الإلمان اللي إذا اشتغلوا ودرسوا هالمعابد الرومانية مواقل القرن العشرين بين 1901 و1930 بيقولوا عن لبنان أنه هو بلد الميت معبد وهالميت معبد يعني وينما كان موجودين دار مدار البقاع لأن البقاع كان الجبل لبنان وجبل المقابل ناناتهم في عندهم نبوع كتير والنبع الماء كان بالنسبة للبشر بهديك الحقبة التاريخية هن شغلة عجوبة أنه كيف الماء تطلع هيك من الجبل سمح لي دكتور نحن نحن نحك يعني مش مؤطعة لحضرتك ولكن نحن نشوف خريطة المعابد الرومانية يعني أنت وحضرتك عم تفسر نفضل هودا هودا اللي عم نشوفهم هنه ثمانة من أصل مية في مية موجودين بلبنان هودا ثمانة أكيد انطقوا لأن عندهم بيطبق هودا ثلاثة الشروط اللي حكينا قبل شوية بس كل معبد منهم عنده خصوصية خاصة عم تحكينا عن مجد العنجر مثلا مجد العنجر هو الوحيد المبني بجوس هيدا حجر ببودانغ عفوا بودانغ هي حجر مميز كتير صعب نحته وهو موجود قريب من مجد العنجر وبالتالي وهو عتلة باللندسكيب دير مدار عنجر وبعدين مجد العنجر بتحوي هيدا الموقع الروماني بس بتحوي كمان موقع أيوب كتير كتير مهم يعني فيها التنوع اللي كنت عم تتفضل وتحكي عنه هالدايفرسيتي التنوع السقافة اللي موجود بكل الضيان احنا هيدا بيهمنا نحافظ عليه لأنه بيفرجة اديه كان هالموقع مهم بالحاقبة الرومانية مهم بالحاقبة الايوبية سو يعني بيجمع الجميع بيجمع اللبنانيين كلهم يعني كمان من ضمن هيدا الليحة يلي أو أوردت عليها 34 موقع جسر جب جنين الروماني نعم هيدا 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 جسر جسر روماني وهيدا تم ترميمه بش من زمان كتير ولهالسبب كمان نحنا عنا كتير قليل جسور رومانية بعدها متبقية يعني في عنا جسورة بين نهر الكلب وتم إدراج كل نهر الكلب بين الليستة في عنا جسر بمعملتان وفي عنا جسورة كتير قليلة بعدها متبقية بلبنان عندها القيمة تاريخية وبالتالي انه مثلا جسر الخردلة كتير كتير مهم وكان روماني كمان ومعروف وتم تدميره من زمان يعني في كتير عنا جسور اختفت من من اللانسكيب اللبناني قال عنها وهيدا شيء كتير مؤسف يعني بقى بشان هيكي هذا الجسر قالنا كمان نحط مصار كتير يعني نحط الدولة اللبنانية أمنت تمويل لترميمه بمدرية العامل للأثار وبالتنسيق مع البلدية صار قام واحد من زملائه بترميمه وصار بالتالي عنده قيمة مضافة مرمم بما انه دكتور عم نشوف كمان خريطة المواقع المدنية والحضرية وعليا موقع راس العين رح نسألك عن موقع راس العين يلي هو ايضا كمان في لغة لان انا انا وعم تابع هو المواقع فيه موقع عين راس العين يمكن بيسمونه راس العين فقط تعرفت عليهم اكتر فيه ببعلبك اللي هو اول ما كان انطلقت منه بعلبك وفيه راس العين بيصور كمان يلي يعتبر خزان للمياه ولقيه في اثارات اليوم اي واحد منه ننحط على هيدالليستا تبع ال34 موقع وشو كمان الايمي يلي بيحتوي نفهم نرجع المي هي الحياة فكانت كم الشعوب ولبنان خزان خزان المي بالشرق العوسط عشان هيك هلقدة عالم يحبوه هلقني ببعلبك مفروض يعرف العالم كمان بعلبك هي عقمة البقاع يعني البقاع بينزل من من الف ومائة متر جنوبا نزول وشمالا نزول كمان وبالتالي نبع طبع النهرين الاهم بلبنان اللي هنه نهر العاصي ونهر الليطاني بينبعوا بجوار بعلبك مشان هيك بعلبك كان عندها الأهمية التاريخية من من برونز ايج يعني من القرون من الف التالت قبل الميلاد وببعلبك بالأخص فيه نبعين كتير مهمين نبع راس العين ونبع جوج وفيه قنوات تنزل تاريخيا تنزل من نبع جوز ومن نبع راس العين ونبع راس العين كان عنده أهمية قصوة لأن بعده جوات البركة اللي بيطلع مننا الميت طبع العين فيه عنا معبد نابتون موجود قائم بأرضه وفيه وراء المعبد دغري مسجد تبع راس العين اللي بعده لم يتم إعادة أعماره إذا فينا أحكي مثل معبد مثل مسجد شو اسمه الأمويين بس هيدا الموقع فيه هالم معلمين الكتير كتير مهمين موجودين على راس العين ودار مداره فيه كل الخضار وكل المطاعم الموجودة لأن الخضار لماذا موجود الخضار لأن النبع كان موجود هونيكا أكيد وبالتالي عنده أهمية من ناحية نحن نسميه من المنظور السقافة لأن عنده قيمة سقافية من هالناحية هاي بالنسبة له راس العين طبع بعلبك هو يلي أدرج على الليحة هو يلي أدرج على الليحة نعم هو هو المعالم على دار مداره نعم وبيراس العين بصور هو النبع سموه يعني الماء بتطلع منه والرومان استخدموه لأن منه بينطلق الأكدوك يعني قناة المياه اللي بتمشي من راس العين بتروح نص السهل وبتلف نزولا باتجاه جزيرة سور وموقع عاسور وموقع البص ونحن فيه بعد مقايا من هال أكدوك يعني قناة المياه نسميها أكدوك يعني قناة المياه باللاتينة بيضع جوات موقع سور تيوصل على موقع المدينة وبالتالي راس العين مع كل البرك تبعه بيرجع للحقب الرومانية وهو أهميته على مستوى المنظور العام تبع كل اللانسكيب اللي بيحيط بمدينة سور نحن لازم نعرف أنه دار مدار سور في مواقع أسرية متعددة يعني تم وضع على خريطة خريطة أسرية كتير يعني زميلة مديري العام الأسار علي بدوي هو اهتم بهذه الخريطة الأسرية مع زميلة كمان أسعد ساف يعني ما بدي أذكره وهن هن حطوا هالخريطة الأسرية لكل محيط سور 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 كنز من التراث لكل الحقبات التاريخية اليوم موقع سور موقع سور الأثر ككل محطوط يعني رفع على هيدا الليحة يلي بيشمل الموقع يلي على البحر والموقع يلي بيقلب السوق ضمنه راس العين يعني راس العين هي ضمن الموقع الأثر يلي لا الحدود اللي حطينا للمواقع الأثرية هن الحدود المحمية من القانون اللبناني وبالتالي ما فينا نساوي كل المدينة هيدا هيدا المشكلة الأساسية يعني نحنا اليوم لو كنا حطينا كل المدينة وإطار المدينة بشروط اليونسكو كان مثلا ممنوع العمار بهذه الطريقة بالمدن في مدالية كيف وبالتالي نحنا حدود المواقع المدرجة موقع المدينة موقع البص وموقع راس العين هادي حتينا الحدود دار مدارهم وهادي رحنا نقمنهم حماية مميزة ما فينا نحمي بموجب هيدا بموجب هيدا الحدود كالل المدينة نعم دكتور بمواكبة التغطية على الأرض وكل المستجدات يعني مننتقل حتى نتحدث مع الأمين العام لصليب الأحمر استاذ جورج كالتاني من بعد ما صليب الأحمر فيت على بلدة برعشيت ونفذ عملية تسحب عدد من شهداء الهيئة الصحية الإسلامية استاذ جارج يعني إذا ممكن تضعنا بكل تفاصيل هذه العملية اللي قمتوا فيها هاي العملية نعملت شوي بسرية معينة نحنا واللجية الدولية تنقدر ننجح فيها بالمبدأ إذا خلنا نحنا كتشي رجل سلب أحمر وكتشي اللجية الدولية مع جرافة وقمنا بعملية مسح والسحب ست شهداء أشلاء شهداء بعدة محلات مش موجودين من نفس المكان بالمبدأ اتركنا فيهم باتجاه المستشفى المعنية اللي يجب نروحها لك اليوم بطبيعة الحال يعني جهود الصليب الأحمر مستمرة اليوم حتى الساعة هل يعني وردكن أي معطية عن أي شهداء على الأرض هل في عملية أخرى يسعى الصليب الأحمر القيم بها سيدتي يعني الوضع أنت بتاعش فيه خاصة على خط الأزرى الوضع فيه ناس مفؤودي في ناس مدنية أكيد يعني بيجينا اتصالات عم نقوم بالعملية بدون يعني بمسؤولية بالتنسيق مع قوة اليونيفل واللجل الدولية والحركة الدولية والسلطات المحلية هيدا موضوع عم نقوم فيه وانت بتاعش بكل المناطق باللبنان ما فيه درب يسرل الأحمر موجود هايدي بالاستجابة الفعالة لتأمين مصار إيمان بحياد واستقليلية وعدم تحيوش هلأ كمان تأمين الدم بروح المستشفيات أمبارك وصمعت ابنين الدم وحدد الدم بناء لطلب المستشفى واليوم كمان رايحين نأمن معدات طبية هراض للمستشفيات هيدا كله نحنا وش بيتنا نقوم فيها تنقف حد مجتمعنا ونساعده ونلبي إضافة لعيدات النقالة للأدوية المزمنة لتنسيق معلجة التواريق الوطنية إضافة للنسحين بكمان تأمين مواد التنويلية ومواد الانهضافة وكل الأمور المطلوبة مننا عام نحاول ضمن قدرتنا بالتنسيق معلجة التواريق الوطنية بس اليوم السليم الأحمد بقدر يقلي يعني الضغط زيت أكتر الطلب زيت أكتر الحالي زيت أكتر الاستنفار أكبر وما بتعرف وين الضغط يعرفت كيف بدك تكوني مش تحدي وين مكان شكرا لألك استاذ جوشك التاني ويعني بطبيعة الحال الله يحمي كل العناصر يلي عم بخاطره بحالهم اليوم لحتى يساعده غيرهم شكرا كتير لألك وأكيد نحنا منضل على اتصال معك لموايكبة أي جديد نرجع للحديث عن هذه المواقع الأثرية المدرجة على اللائحة اللي يطلب لبنان حماية معززة لألة رح نتابع بعد شوان كفة مع صور لأنه أكيد موقع صور الأثر كتير كبير ومنحكي عنه كتير ولكن في موقع شواء اسمه غريب بس كنا عم نحكي على الخريطة موقع باع الجاد أو الهبارية هو معبد شو شو بيحتوى هذا المعبد هو متكامل أو ليش اليوم أدرج يعني شو كمان المميزات اللي فيه يعني الهبارية هو معبد روماني كمان كتير مهم والمنطقة هونيكة كلها تمهمة لأن كانت على مفترق طرقات مهمة يعني بين فلسطين ولبنان وسوريا هذيك المنطقة مهمة من هالناحية وسقبت كمان أنه بالهبارية صار فيه أعمال يعني صار فيه عمل ترميم قامت فيه المدرية العمل بعد الحرب يعني بش من فقرة كتير بعيدة وتم يعني حماية القلعة من من تدهور زيد هلأ إني أكيد المعابد الرومانية بالنتيجة بيشبهوا بعضهم منهم منهم كتير لأنه هن معابد تم بناءهم بالفقرة الرومانية حسب النمط البناء الروماني بس لديانات محلية يعني الأهل البلد كانوا عندهم دياناتهم المحلية والآلهة تبعولهم المحليين وكل واحد صار يعني يعتمد نمط معين مختلف عن التاني بالبناء طبعا كل المكونات المعبد الجمالي يعني المعبد هو مبنى بيحوي تمثال الإله وهو المكونات اللي دار مداره يعني الجدار اللي بتحوي الحرم طبع المعبد والمسبح طبع المعبد وكل هالمكونات اللي بتحيط فيه المعبد مش بس مبنى عارفة الله كيف مثلا بيبعلبك المعبد الأساسي معبد جوبيتر مش بس معبد جوبيتر اللي ما بيقى منه لستة عواميد هو المعبد مظبوط بس كمان هو المذابح اللي بوجه هنه كمان الرواق اللي بتلف دير مدار البيحة الأساسية هنه هو كمان البركتان اللي كان يصير في هون الوضوء يعني كان في مكونات متعددة دير مدار المعبد وهالمكونات هنه بيعبره كل ما كان فيه بقايا مختلفة عن هالمكونات اللي بيساوي انه كل موقع عنده اهمية مختلفة عن التاني بما انه عم نحكي عن بعلبك دكتور يعني رح نتابع فيديو يظهر ألعة بعلبك وايضا يظهر الضمار اللي لحق بمحيط هيدا الألعة رح نتابع هيدا الفيديو ونرجع عن هذه الاهمية الخصوصية بين الألعة وبين الدمار اللي قرب كتير عليها اليوم دكتور أهمية هيدا الألعب عارف حكينا عنا قبل أهمية هذه المدينة ومخاطر وصول الضربات لمكانها الأد قريب منها المدينة التاريخية طبا بعلبك هي فيه شي منسمينها الأكروبول يعني المطرح اللي كان المعابد الرومانية معمرين على شي الرومان عمروا حيطان بحجارة جبارة حجارة حجر الحبلة فيه تعرفوا حجر الحبلة ألف طون فيه مثله ما لا يكلوا عن شي أربعين خمسين حجر بضحيت بالقلعة هود الرومان حطون وقتها تيخلقوا بلاتفارم عالية المصطبة عالية تيكونوا المعابد عليها وبالتالي يكونوا أعلى من المدينة المدينة كانت أوطى أوطى بشي أربع حمسين تار اليوم وقت مصار وقت مصارت المدينة فتحوها المسلمين سنة مئة وخمسلتين حولوا القلعة حولوا المعابد مصطبة المعابد إلى قلعة صارت قلعة محصنة وهالقلعة كان فيها عسكر ضلوا عسكر حمينة عمدت أكتر من من قرن السابع إلى قرن التاسع عشر أوائل قرن التاسع عشر ومشان هيك ضلت محمية اليوم نحن ليش ما في عنا معابد ببيروت مثلا لأن استخدموا الحجارة طبع معابد بيروت لأمار البيوت بينما ببعالبك كانوا العسكر حمين المعابد لأن هن قاعدين فيهم وبالتالي لم يستخدموا الحجارة طبع المعابد لبناء البيوت وقت ما بلشوا يستخدمون بالقرن التاسع عشر إجوا لسلطنة العثمانية جيبت الألمان وقالوا لأ هيدا المعابد ما عندهم أهمية تاريخية وبالتالي لازم نحافظ عليهم ومن وقته بلش حماية القلعة من أيام العثمانيين بلشت حماية القلعة من تدهور وصار فيه صارتها العملية متواصلة عبر التاريخ لا التاريخ اليوم يعني من الفرنسيين لمدرية الأثار من سنة 42 لـ 1975 هاروتون كاليان سوى ترميم لكل القلعة واليوم كمان من آخر عشرين سنة أنا شخصيا والمدرية العاملة اللي أثار كلها كانت مجندة لها ترميمات صارت وتقوية صارت بقلعة بشان هاك القلعة والمعابد محميين كتير تبقى لنقول لبناني هذا الشي مصر بالنسبة للمدينة التاريخية المدينة التاريخية كانت كتير كبيرة صور المدينة يعني بيحاوط مدينة تاريخية من الحقبة الرومانية ومن الحقبة الإسلامية المملوكية والأيوبية والعسمنية كمان وفي عنا صور من سنة الـ 1950 عن المدينة شي بيطوش يعني الكنيس والمساجد كلها جوة المدينة مع كل في بعد عنا حي من هالأحية موجود قائم بوجه القلعة جربنا نرمم فيه ونساوي فيه بنت and breakfast وشي يكون حلو هو حي الشياح شي كتير كتير رائع حد القلعة أصبح اليوم بالأنون طبقا للأنون في عنا وطبقا لحماية التراث العالمي لأن أدرجناها التراث العالمي في عنا الحدود اللي نحن عادينا هي محمية في حدود شوي أكبر العقارات المملوكة من المدرية العامة للأسار اللي هن ضمنهم مثلا كانت الباركينج طبعا المدرية العامة للأسار والمنشية اللي تهبطت اللي تهبطت اللي تهبطت بس اليوم مثلا صور الألعة صور الألعة اللي تحت شو اسمه سكنة من جورو ما كنا حنينه باي طبقا للأنون اللبناني يعني وبالتالي تم أصفه يعني في عنا برج من أبراج الرومانية قاعدته رومانية بناءه إسلامي وفوقه معمر السكنة جورو وبالتالي هو كمان معبر عن التاريخ مازال مازال فرد فرد مكان تم بناء ثلاثة إنشاءات من ثلاث حقبات تاريخية مختلفة ومعبرة كل واحدة منهم عن الحقبة التاريخية اللي قطع عليها هونيك ما كان نحمل وصار الأصف مش معقول نقدر نحمل أثريا أزفين أحكي كل المدينة لأن تهرف المدينة بدأت تتطور وتتعمر وعلى مدعمر بيوتها وبنياتها وفي مساكن وفي متاجر وهل أمجار وبالتالي الشروط إنه نحن نجي نقول ما فيه كونه نتعمره إلا ما ترجع المدرية لعمل الأثار حتى ضمن المدينة بيصير كتير صعب والمدرية ما فيه شي طريقة أخرى دكتور يعني بفعل هيدا الشروط فيه أماكن إلى قيمة تاريخية الدم مريد بس ما فيه شي طريقة تانية يعني بشكل أنه ما نكون عم نمنع المدينة أنه تنمى بس بنفس الوقت عم نحمى هيدا شغل كتير يعني جربنا أن نشتغل عليه بالآخر 20 سنة مع مشروع الأسلسة قافة وما كان كتير صعب يعني يعني واحد يساوي الإكليبر يقدر ينسق بين المدينة ومتطلبات تطورة والأثار اللي هن أثار سقفية بحث وأثارية بحث أنه عادل بين اثنين شغلة صعبة وشتغلنا عليها يعني طلعنا جربنا نطلق أقوانين طلعنا أقوانين للخمس مدن التاريخية اللي اشتغلنا عليهم مشان تيكون في عندهم شي ما نسمينا نحن بفر زون يعني إطار حماية لدير مدار الألعج جربنا نكبره نطلق أقوانين وشروط عام الألون في مطارح نجحنا في مطارح نجحنا أقل بس أنه أكيد أنه المتطلبات هلقدة ونحن الإمكانيات هلقد أيضا يعني إذا بدنا نكمل بالمواقع بتحدثت سابقا عن ألعة شئيف إذا بدنا نحكي عن ألعة شقرة ألعة شقرة ألعة دوبيا يعني شقرة وألعة شمعة وألعة دير كيفة وألعة شئيف وفي برج بالنقورة تم إدراجهم على الليحة اللي نحن نسميها tentative list بالإنجليزة اللي هي بتكون تقوله آخر مرحلة قبل من ندرج الموقع على الليحة التراث العالمي وهيدا هون الموقع هيدا الأول عن هالطبيعة هو نسمينا إحنا سريال سريال يعني يعني هي كذا موقع مع بعض البعض عم بيخبروا الخبرية زيتا شو عم بيخبروا الخبرية عم بيخبروا الخبرية إنه القلاع كان يشتغله كشبكة بش كقلعة لوحدة يعني اليوم هيديك الوقت الفقرات الصليبية والوسطية كانوا ما كان في إنترنت وبالتالي كان إذا بده واحد يوصل الخبر من مكان للتاني كان بده جهاز منظم وتواصل مصري كانوا القلاع يكونوا محطوطين على مواقع استراتيجية كلال كلال يقدروا يشوفوا بعضهم يعني فيه مقولة كتير كتير معروفة معركة المنصورة وقت ما جيوش العربية انتصرت على لويس التاسع بالمنصورة بمصر انتصروا تقريبا قبل الظهر كان المسا معهم خبر الجيوش اللي بشمال سوريا يعني كان فيه طريقة توصلوا الخبر من مكان للتاني من خلال النار من الدخنة من خلال الحمام المراسل يعني فيه كذا طرق وبالتالي كان يشتغلوا كلها القلاع كشبكات كانت هود القلاع اللي عم بحكي عنهم كانوا جزء من شبكة حماية مملكة الإدس بالفقرة الصليبية اللي كان وقتها فيه أربع شو اسمه مدن يعني فيه كونتية ترابلوس وفيه مملكة الإدس وفيه كونتية الرهة وأنطاقيا يعني كانوا هود الأربع ممالك طبعا الصليبيين بالشرق مملكة الإدس كان عندها شبكة حماية هود كان ضمن شبكة حماية الإدس وكانوا كمان نسيت أحكي عن تبنين تبنين بينتهم على التبنين بينتهم وشبكة الإدس وكمان فخر الدين كان عنده شركة قلاع يحمي فيها الإمارة طبعيته ومراء الصعبيين طبع جبل عامل كمان كانوا عندهم الإخطاعيين جبل عامل كانوا وقتا عندهم هل كان هن سيطرين كل واحد منهم مسيطر على قلاع قلعة منهم وكان عندهم بالتالي هالقلاع عندهم أهمية قصوى عبر التاريخ قلعت شبعة نحنا حتان عليها بتمويل إيطالي يعني سوينا مشروع زميلة ناتالي شاهين نفذته رائع رائع يعني كيف كانت كيف تم تهديمه سنة 2006 وكيف رممناه وزبطناه وبيّن في عنا فسافيساء مع تكست موجود جواته يعني نص بيعطت تاريخ المكان وقال لأي حقبة تاريخية بيعود من الحقبة الرومانية للحقبة الوسطية وهو كمان معبر عن تآخر ليش لأن في مقام لنبي شمعون اللي هو ما غير بطرس يعني مغير بطرس هو ده بيشمعون خلينا نتابع هذا الفيديو اللي كمان اشتغلت عليه زميل طيارة بما يتعلق بشمع ومنرجع لحتى نستكمل الحديث عن باقي المواقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للأسف دكتور يعني نحنا حطينا بس اللقطات اللي فيها تشويه للألعة لأنه تعرضت للأصف من عدو الإسرائيلي وحتى شفنا يعني ممكن صار في دمار فيها ما حدا قادر يوصل ليكون عم بيكشوف عليها مثل ما منعك بكتير مواقع تاني اليوم عندك معلومات عن هذا الموضوع عن ألعة شمع شو صار فيها أو كمانا ذكرت لنا أنه هي كان فيها ترميم عمليات ترميم صارت هل الضرر اللي معقول يكون عم بيصيبها بيرجع بيلحق عمليات ترميم ألعة شمع هي مكونة من مقام ومن ألعة الألعة هي بالواقع ترجع للحقبة الصليبية جزء صغير منها بس هي أكتر شي الجزء الأساسي منها من الحقبة العسمانية وهي موقعها استراتيجي لأن هي بتكشف على منطقة كتير كتير بتحط يعني محيطة بال آخر عشرين سنة المقام تم ترميمه بتمويل قطر والألعة كألعة تم ترميمها بتمويل إيطالة لأن مدري العم العثار ساوت ملف لترميمها وقدروا أمنا التمويل من خلال مجلس الإنماع والأعمار ومجلس الإنماع والأعمار قام بعملية الترميم ومتل ما قلت قبل شوية زميلة ناتالي شاهين هي كانت المشرفة على عملية الترميم لأن ما نعرف أنه في 2006 تم تهديم 80% من معالم لألعة كألعة لأن كان فيه عالم متمركزين فيها وتم تهديم من وقت بهديك الوقت وبالتالي عملية الترميم كانت عملية كتير كتير شاقة يعني عملية حفر أسرة تنشيل ركمة التراب وردم وإبراز المعالم الأصيلة للألعة يعني قواعد الحيطان قواعد العقود وبعدين أهميتهم أنه كيف كيف كانوا الغرف دير منظار ساحة نفتوحة وين مدخل الألعة وين كان العسكر يقض وهنقم مجار وكيف علاقة الألعة والعمارة طبعيتها مع المقام المجاور يعني كمان خبرية هيدا هيدا المكان مكان محج كمان قدرنا نرمم مع مساعدة الفينول يونيفيل شو اسمه الساحة قال لهم تبعيت مدخل الألعة مش أنت لأن كان في كتير حجاش بيجوا يحجوا على المقام صابوا بيحجوا على المقام وبيطلعوا بيمشوا بتمشوروا بيشوفوا الألعة ومعالمة الأسرية قال لهم بيخبروا خبرية تاريخ الألعة أكيد لأنكشفنا مثل ما قلت عن موزيك موسيقى من الحقبة كرن التاني التالت ميلادة وقدرنا نقدر زميلنا جان باتيس من البحثة الفرنسية قدر يقرها لأنها مكتوبة باليونانة ومكتوبة باليونانة وعم بتحكي عن تاريخ إنشاء هيد الفوسين فساء يعني كان فيه كنيسة في مكان ما هونيك كمان لسانت بيتر وكمان سانت بيتر تحول بعدين أكيد لنبي شامعون اليوم إذا بدنا كمان نحكي عن المعابد نستكمل حديث عن المعابد معبد تمنين الفوق نحلة قصر نبا قصر نبا قصر البنات لا قصر البنات غير محل بس هن مش بيموقع كلهم بيه بلدة قصر نبا لا قصر البنات معبد تاني حد بعد بك إذا يعني إذا بدنا نحكي عن هذه المعابد كمان يعني مثل ما عملنا يعني من شوي حديث عن الإلاع كلها سوى اليوم إذا بدنا نحكي عن هذه المعابد يعني أيضا وردة على اللائحة أنا حكيت إنت عطيت أساميات تبع كصرنا با وتمنين ونحلة ونحلة هلأني كصر تمنين تم ترميمه أخيرا من شيء 15-12 سنة تقريبا لأن كان عنده قصة مختلفة ما رح نحكي عنه بس المهم تمنين هي بيسموها باللاتينة ننفيهم ننفيهم يعني نبع ماء هيدا مثل ما قلت قبل شوي أنا كل ينابيع المتفجرة ينابيع المياه اللي بتجي من شقة التلج اللي بتشقع على راس صنين وراس جبال لبنان بتنزل بتدوب بالربيع وتنزل تحت الأرض ومترح ما طبقة الدرغانة بتوصل على مستوى الأرض بتتفجر يعني أنا حضرتها هيدا العمليه بيحصن نيحا بالربيع بالربيع فجأة بتشوف هيك بنص الصحرة ما هي عم تتفجر كيف بسحر سحر لأن عبت يعني المياه الجوفية عبت لدرجة أنه صار ضغطة كتير قوي بتنفس من مكان ما كان بالنسبة للعصور الغابرة كان الإنسان يشوف تتفجر هالمياه أقول لأ هيدا شيء عجيب شيء إلهي شيء إلهي ومشين هيك أنشقوا معابد كل هالمعابد اللي عم تحكين عنهم التمنين كسرنبة نيحا حصن نيحا شو اسمه كسر البنات هوده كل هاتهم موجودين عادي بهالمنطقة من السلسلة الغربية لجبل لبنان عالصفح الشرق طبعه عالصفح اللي عم طل على سهل البقاع وبالتالي كل هاتهم عندهم أهمية رهيبة يعني تمين تمين من المعابد طبعه المياه المتفجرة لال فيه بس اثنين عنا منهم بلبنان وتم ترميمه من السبعينات وتم إعادة ترميمه بالألفان وخمسة ألفان وستة تقريبا إذا بدنا نتوجه أكتر صوب الشوف قصر بيت الدين أيضا من المواقع المدرجة على هذه اللائحة يعني بعتقد ما في حدا في لبنان مش زير قصر بيت الدين اليوم كمان يعني هكي للتعريف بأهميته التاريخية لهذا القصر يعني قصر بيت الدين نحنا وقت ما نحكي نحكي عن قصار ونحكي عن مباني تاريخية وأثارية وأثارية الأثار يعني قيمتهم مختلفة أكيد مختلفة كتير عن المعالم التراثية الحديثة أكتر خاصة من الحقبة العثمانية العثمانية ليه لأن نحنا بعدهم بذكرتنا يعني نحنا كل الإشياء اللي صارت من مئة ومئتين سنة بعدهم بالذاكر الجماعية مثلا جدة نخبرنا شو صار أوكي وهيدي وعم ندرسهم بالمدارس يعني هذي متفقين عليهم انت هتحطوا فهمت عليك كيف يعني وبالتالي وشهد آخر مراحل تبع تاريخ لبنان قال له هنه وقت مراحل ما كان كتير زابطة بس بذات الوقت هنه مراحل يمكن بتعلمنا كيف نتصالح مع تاريخنا نحنا هيدا شغال كتير كتير مهم بعد ما سوايناها بس أثر بيت الدين مثلا هو أثر شهد على أهم حقبات أهم يعني إبن ما يعني شو الأحداث الأحداث التاريخية بالقرن التاسع عشر والقرن العشرين كان مركز الميربشير التاني تصبوط وكان وهو جاب أهم مهندسين تعمروا له إياها بالعمارة بش البس العربية بالعمارة العربية الملقحة بالهندسة الإيطالية لأن كله ترصيع رخام مستورد وبعدين شهد شهد على الحروب تبع القرن التاسع عشر والأحداث تبع القرن التاسع عشر بالتبانمئة وأربعين وثمانمئة وستين مع كل المشاكل اللي بتحيط فيها وبعدين شهد على فقرة المتصرفية وكان هو مركز لرئاسة المتصرف يعني بالصيفية أوكي وبعدين رجعوا وقت ما إجوا الفرنسيين وقت الانتداب كمان اعتمدوه لمركز رئاسة وبعدين أخيرا أنا شخصيا اهتميت ثلاث برات يعني وقت رئاسة الإيميل الحود صوينا ترميم لجناح الرئاسة ووقت رئاسة جنرال ميشيل عون كمان رممنا لجناح الرئاسة لأن في جناح رئاسي جوية الأصر هو المقر الصيف هو المقر الصيف لأرئاس جمهولية وفي مقر لمجلس الوزراء وفي كمان المتحف الرائع اللي هلأ أنا عاوز تمويل مهم مش نعيد تأهيله لأن هو القائم والcollection طبعيته موجودة وبس بده ترميم لأن صار له زمان ما سوينا له ريهابيليتاشن وقعد الصيانة وشي من هالنوع نحن أمنا الصيانة كمان كاملة للمجلس لبيت الدين من ناحية المنع الناش عنه كانت عم تشتب كل الغرف سوينا ايطانشيتاء كاملة من 10-12 سنة يعني هاك مواقع بيعوزوا الصيانة دايمة دايمة ومكلفة ومكلفة وهو دا ميزانية ويزارة السقافة على طول ما بتسمح مش كيف مشكلة على طول كتير ومتدنية باللبنان بش عم تسمح بصيانة المواقع بس أكيد انه بطحف وقصر بيت الدين هو معبر رائع عن تاريخ الحديث وهو لازم يكون أنا برأيي مكان للمصالحة يمكن غياب شواء عمال الصيانة والترميم كمان بتخلي انه بعض المواقع ما تكون كتير معروفة يعني ما ينسمع عنها كتير لانه ما عم تشهد اعمال ولا زيارات من قبل السواح او كمانا هيك سمعناهم ما كتير منعرفهم على الموجودين ضمن 34 موقع موقع الخرايب الاثرية موقع عدلون الاثرية موقع صربطة او صربطة صرفان سألت عننا اكتر تفاصيل تل براك والديكرمان كمان اللي هو موقع بصيدة بس كمان ما عنا كتير تفاصيل عنه لانه هنه اصلا مش موجودين بس واحد ينبش على الخريطة موبيلي ايون طيب بتكون تفهموا كمان انه المواقع الاثرية وكل شي تراسة بيمرق اذا بدك تديريه بطريقة مناسبة بيقطع بعدة مراحل اول مرحلة هي عملية الجرد والبحث اذا ما منسوي الجرد وبحث عن موقع تنفهم قيمته مانه موجود هيدا الموقع اوكي يعني موقع مثل تلبورات مثلا اذا ما يعني الباحثين بيساو ابحاث عنه بيساو تنقيبات اسرية بنهجية طريقة علمية تيفهموا تيفهموا قيمته ما ما فيهم محدا نحيقدر يفهم شو قيمت هالموقع واكيد مش مين مكان بديقوم بهيدا العمل اللي بديقوم هالعمال هن أسريين عندهم خبرة بالحفريات الأسرية وعندهم إدراك بقيمة الأشياء اللي بيلاقوه وهو ده الشغل كله بيصير بإشراف المدرية العام للأسار وبالمشاركة طبعهم يعني يعني ضمن إطار دفاتر شلوط بيحضروها المدرية العام للأسار وبيشرفوا طريقة منهجية ومتواصلة على عمليات الحفريات الأسارية هاي ده أول مرحلة من العمل يعني مثلا بعلبك وصور قطعوا بهالمراحل بالخمسينات ما كان حالا نسامع عن خراب صور بالخمسينات الثاني مرحلة بيصير في عملية حفاظ وإذا فيه مصاري زيادة ترميم حفاظ مختلف عن الترميم الحفاظ هي أنه نقدر نحافظ على الموقع بأسالته مثل ما هو تميد دهور والترميم نجرب نعيد إعمار كيف كان إذا نحنا عندنا الوصائق الأكيدة والعلمية اللي بتبرهن أنه كان بهذا بهذا الشكل مثل ما سونا بشقيف أرنون هيدا تاني مرحلة بعدهم العالم ما بيعرفوا الموقع تالت مرحلة بنسميها نحنا الإبراز وهيدا بتوعوز كمان تمويل يعني تنقدر ناخد الأبحاث ونطالع منا مخططات ونطالع منا 3D model ونطالع منا أشكال ومكاتات model ونساوي عنا أفلام ونبرز أهميتها وبعالمها هيدا مرحلة ثالثة بتصير يعني بوقت ما بيصير واو عنا صار إمكانيات أكتر لنقدر نقوم بالعملية أكيد آخر مرحلة شو هي آخر مرحلة هي أنه نأمن أنه نعطي هالمعالم لأولادنا لأنه شو الهدف من الحفاظ على التراث هو أنه هذا الموروث من الأجداد ما نأمنه للأحفاد دكتور أكيد أكيد استلمين يعني تدمر والصلاة كلهم على الآخر وفي كتير صور وفيديوه تظهر أدي حجم قريبا أنه ما الحمد لله على سلامتكن ممكن تعطينا بعض التفاصيل عنه هذا المكان يعني رأس العين نحن بنعرف أنه كل أهالي بعلبك الولاد الصغار بيروحها الحديقة العامة القديمة كمانا والناس بتروح مثل مكان مثل منتزه عام للجميع اللي يكونوا عم بيروحوا عليه شو أبرز الذكريات اللي محافظة عليا هيدا المكان اليوم بتشكل الذكرة الجماعية لأبناء بعلبك يعني قلب مدينة العالم تتجمع ببعلبك برأس العين وهي المنتزه اللي تظهر عليه وهو فيه بقلبه مرجي كبير ورقتين ماء ونهر هو بعيد 800 متر على القلعة ونحن يعني كل أهالي بعلبك منطقة هتكون أنه ما فيها أبدا للأسف أستاذ وليد ما عم نقدر نسمعك بشكل واضح يعني الكونكشن مش كثير زابطة أكيد إذا رجع مشي الحار رح نرجع لعنده لحتى خبرنا أكتر عن راس العين أهميتها للأهالي كمان يعني صحيح أنه فيه مواقع مهمة للبشرية جمعاء لأنه بتنقل حقبات تاريخية ولكن أيضا فيه أهمية للمواقع زكريات للناس رح نستكمل الحديث عن هذه المواقع مع زميل تيارة ننتقل من اللي بقاء للجنوب تحديدا للنقورة ما بعرف إذا عم بلفظة صح أم العمد أم العمد أم العمد يلي هو موقع مش معروف كتير عند اللبنانيين ويلي بيصير كتير على الحدود الجنوبية للبنان عبل بمنطقة النقورة على البحر شفت بعض الصور لقلو بس نحنا لا نعرف كتير عنه ولا سامعين عنه حتى إذا نبشنا ما في كتير معطيات حول هذا المكان مثل ما كنت أحكي قبل حديثة هو أن أم العمد سيكون موقع يتم إبرازه الله راد بالمرحلة القادمة وقت ما يتم البحث والحفاظ بعدين يصير الإبراز ويصير بيطلعوا هؤلاء المواقع اللي حكيتين عنهم قبل شوية يصيروا مواقع بينزاروا كمان لأن لازم يتم الحفاظ عليهم ويتم تثبيت مسارات للصواح فيهم ولوحات تفسيرية وغيرهم مجر لكي أنت يقدر العالم يزوروهم أم العمد هو من المواقع النادر في لبنان قالها نسميها خينيئية لأن نحن نتغنى أنه الفينيئيين هندي في لبنان هل الفينيئيين على طول بتحكونا عنهم وين هندي على طول روماني عربة وسطة عثمانة وين الفينيئيين مش عم تعفت تحكونا تفرجونا اليوم أخيرا زميلة علي بدوي بصور وزميلة كمان لالة بدر من الجامعة الأمريكانية قاموا بحفريات أبرزوا معبد في نيئة بموقع المدينة تبع صور وهذا موقع أم العمد كله في نيئة واكتشف هناك أكبر عدد من المخططات المنحوطات على الحجر من النصوص الفينيئية مخطوطات مخطوطات إيه بس هده نحنا المخطوطات الفينيئية لال لأن ما بقى كانوا يكتبوا الفينيئيين أكتر شي على البابيروس على ورق والورق أكيد اختفى وين بقى بقى المخطوطات المكتوبة على حجر محفورة على حجر مثل نووس أحرام بمتحف الوطنة ومثل كذا مخطوطة محفورة على الصخر كمان بالمتحف الوطنة موجودين فيها نرح نطلع لهم بس من وين اكتشفون هده اكتشفون تترباعهم من أم العمد أم العمد موقع هلينيستي يعني من فقرة الهلينيستية يعني مقتت مية قبل الميلاد وقبل الهلينيستية وما قبل الـ الـ يعني 900 إلى 300 200 قبل الميلاد وهي الحقبة أكتر شيء حقبة الازدهار تبع الحضارة الفينئية نحن نسميها وهنا وإذا واحد يرح يزور موقع بس فينيئي يرح أم العمد بس مثل ما قلت بعد أنجأ محفور وأنجأ مسوين له شوية حفاظ بعد ما مرقع مرحلة التالتة من الإبراز بس لازم يكون عنده متوفرة في الشروط ليكون رفع ضمن اللايحة أكيد ما قلتلك هو من المواقع الوحيدة الفينيئية يعني متأمله الحماية أكيد هو مدرج على اللاحة المواقع الأسرية بلبنان وبالتالي محمى بالقانون وما عنده زون حماية دير مداره على طول بيقوموا به العمل مدير يعمل أسر بآخر موقع رح نصله هو موقع الجية كمان له اسم ما رح عارف أرفضه فإذا في تعرف نهر الكلب ما بدا ننسى كمان نهر الكلب أفقاو يلي هن ضمن كمان يلي ضمن اللايحة نهر الكلب وموقع أفقاو غيرة من المواقع الجية موقع مهم لأنه موقع بيزنطة مهم وموقع على الشط بس هؤلاء المواقع كانوا بعدهم مكتشفينهم قبل الحرب يعني بعدهم اكتشافهم طازة ضغر قبل الحرب أثناء الحرب يعني صار فيه تنقيبات غير رسمية خربت فيه ومن هونيك من الجية مثلا تم اكتشاف كل هالفوسافيساء بتجنن المعروض اليوم بمتحف بيت الدين المتحف تبع بالعقد بطبق تحتاني للأسر هؤلاء كل الفوسافيساء مهين إجوا إجوا من الجية لأن كان فيه هونيك ناقص وهالكنائس أبعوهم أبعو كل شي وقتها بأيام الحرب يعني وقتها كانت حرب بس بعد فيه البقايا الأسرية المتبقية جوات موقع الجية موجودين بعدهم والمديرية العامة الأسر بالتنسيق مع الفرق الأبحاث اللي بيجوا بيشتغلوا بلبنان كمان بفتكر هونيك البولونية اشتغلوا ساووا أبحاث كتير مهمة بالجية بتبرز مع أهمية هذا الموقع البيزنطي القليل اللي موجود على الساحل بعضه فيه مكونات متعددة جواته مشان هيك تم إدراجه بايدالليستا نعم سبق وذكرنا أيضا معبد أفقى وأكيد موقع جبال اللي هو عم نحكي عن المدينة ككل إن كان جبال مدن اللي مرت عليها والحضارات اللي قطعت عليها سبق وقالتهم بالتأدير أكتر من 9000 سنة عمر الحضارات اللي قطعت بالإضافة لأ العطاية اللي كل العالم كان بتعرفها جبال أحبلش فيها لنهاين كتير لأن متل ما أنت عم تتفضلي وتقولي جبال تنقيب فيها عمره أكتر من 100 سنة وبعدين المدينة تم استملاكها يعني تقريبا نصة تم استملاكها بالعشرينات طبع كرن الماضي وصار في حفريات منهجية من قبل واحد أسر فرنسي من بيت ديونان يعني موريس ديونان حفرها منهجيته الخاصة ونزل فيها للنيوليتيك يعني في طبقات أسرية من الننيوليتيك بتبلش من الننيوليتيك يعني من ما قبل من ما قبل التاريخ بالعصر الحجري إلى تاريخ المعاصر أوكي وتشوف في كل طبقة فيها بقايا معبرة يعني فيه بقايا من حقبة النيوليتيك في بيوت بعد قائمة فيه بقايا من البرونز إيج بعدها ضائعة طبعا البرونز إيج موجودة مع الأسوار المدينة من البرونز إيج فيه بقايا من حقبة الفينيقية فيه قبل الفينيقية فقر الفينيقية يعني فيه أسر فارسي موجود جوية الألعاب رجع فيه من الحقبة الرومانية موجود بقايا اللي هن الكولوناد والأوديون البسرح الصغير اللي نقلوه هن لدرجة يقولوا أنه مهم هذا الموقع أنه جزء من الأسار طبعوله كان بدي يحافظوا عليها بس من يشوفوا شو فيه تحته فكوه حجر حجر يعني اليوم المسرح الروماني طبعه جبال منه بموقعه مفكوك حجر حجر مرقم حجر حجر فكوه وركبوه محل اعتبروه مناسب بالأربعينات بالخمسينات أنه هو مشرف على البحر ركبوه مش أنت يقدروا يسوي بحث تحته عن المعابد الموجودة تحته ونقيوا معابد تحته يعني لهالقد سوء اليوم بجبال موقع جبال هو مثل دفتر كتاب موسوعة عن التاريخ كل صفحة منه متخبر خبرية من حضبة التاريخية عرفت عليك وبعد الاكتشافات وضلت وهلو مجار يعني القلعة تبع جبال هي تاريخ القلعة بالحقبة الصليبية والمملكية وبعدين الكنيسة شو اسمه ماريوحنة ماركوس هيدا معمرة بالحقبة الصليبية وعلى النمط الروماناسك يعني الرومان أركيتكتشر من القرن الثاني عشر وتم ترميمه لأن تهبط جزء منه بالحقبة العثمانية عن نمط المارونة وفيه كنيسة ساة النيح هي بيزنطية أصلا وفيه بقايا بيزنطية في ساة في ساة بالمدينة والمدينة التاريخية مع أسوائها والصور طبعا تطورت بالحقبة العثمانية يعني مثل كتاب تاريخ عم تفتحيه وتتصفحيه وعفوا كمان حي تراث حي لأن الأسوائ بعد عيش اليوم مهرجانات عم تصير بوج القلعة البور المرفق بعده تاريخي وهنو مجار هل لأني آخر جواب هو بالنسبة لأفقى أفقى مثل على البكلة مثل تمنين بس من تاني من من الجبل لأن نبع متفجر نبع أفقى يعني كلنا بنعرفه هو بيعتم مياه لنص جبل لبنان نبع أفقى يعني بيشربوا مية أفقى لحد يحشوش ولا تساحل بعد شوية وبنيوا الرومان معبد بلزق هيدا النبع متفجر وبنيوا على أرض منة صلبة ومشان هيك هيدا واحد من المعابد القلال قال بعده قائم مع العلم أنه هو صار شكله مثل مثل اللعب المغايطة لأن كله زحل شوي شوي زحل 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 ونزل كله مع كل معلمة ونزول أيضا ضمن المنطقة والجبار موقع نهر الكلب سبق وذكرته رانييم موقع نهر الكلب يلي فيه كل الحجارة يلي بتعرفنا على التاريخ طبع لبنان واللي مر على لبنان كمان هو ضمن الليحة يلي رح تكون عم ترفع أو يلي اليوم رح يكون عم بناء شوى باليونسكو هذا موقع نهر الكلب بهم لدرجة أنه المدرية العاملة للأثار أصدرت مجلد خاص من مجلة بعل اللي هي بتنشرها كل سنة مجلد خاص تتحكي عن كل التاريخ وكل الخبريات تبع موقع نهر الكلب موقع نهر الكلب من أيام البرونز إيج وقت ما كان يقطعوا الفراعون الرمسس وتوتموزيس كانوا يوصلوا على نهر الكلب ويعلقوا لأن كان الطريق مش متى اليوم كانت الطريق كتير دايقة وكان حالة واحد يقف على راسد الصخرة يتصيّط جيش بأمه وأبوه وبالتالي كانت الجيوش وقت ما تقطعوا وتتغلب على العالم اللي حينين هالممر يقولوا نحن نطعنا هون ونحن حتينا القارمة طبيعتنا ونحن سوينا أنه نحن قطعنا هون لأن يعني تيمركوا أنه هن قطعوا من هون ومشان هيك كل كل نهر الكلب فيه بقايا أسرية للجسور وجزء الواطن طبعا جسور محافظة عليها بس جزء العالي فيه جسور كتير بلاش يتهبطوا لأن ما حين عم يصيّون صيانة ما حين ما بعف مين مسؤول عن صيانتهم نهود الجسور بس عم يتهبطوا شوية شوية واحد اثنين حتى تركوا بقايا طبعا كل المعالم طبعولهم ستال بنسميهم يعني بنحوطة على الصخر ومنحوطة على صخر الموقع وأوقعت على الصخور المختلفة بيجبوهن وبيحطون بيركبوهن حتى حتى معبرين عن التاريخ الحديث مثلا ما معرف مين بيعرف بعد وفاق بعد أنه كان فيه معلم كتير مهم بعين مريسة كان معمر بالعشرينات والثلاثينات عمروه الفرنسيين بيحكي عن التاريخ عن الشهداء تبعونهم بالحروة العالمية الأولى وهيدا المعلم كان منظره كتير حلو مثل كولوناد وحد الزيتونة وين الزيتونة باي اليوم هونيك هيدا المعلم بوقت ما أخدنا نحن استقلالنا اعتبرنا أنه الفرنسيين نصوي شغل مش منيح اعتبرنا أنه لازم نفكر هودا بس مديرية الأسار قالوا لأ هودا معلم كتير مهم قرروا يتركوا جزء الوسطة طبعا هيدا المعلم المونيومور نحن نسميه بالفرنسي جزء الوسطان يحافظوا عليه وين بيضعوا فتشوا وين بيضعوا قرروا يضعوا على نهر الكلب هذا المعلم نحكينه اللبنانيين بالأربعينات تم نقله حجر حجر وتركيبه إعادة تركيبه بموقع نهر الكلب بعد فيه شي موقع يمكن ماذا كران معبد أشمون حكينا عنه بصيدة لا يعني هو معبد مهم يعني وبعد فيه أثار يعني زرناه بعد فيه حضور لكتير أثار بعد موجودة وبتجسد الحضارات اللي قطعت عليه أكيد هذا معبد كمان كتير مميز بمدينة صيدة يعني هو كمان مدينة صيدة مهم كتير كمدينة تاريخية وسوق العتيق وسوق العتيق والقلعتين اللي فيها القلعة البرية والقلعة البحرية يعني الناس بتروح على القلع مش دايما بتروح على السوق العتيق فيها سوق العتيق رائع سوق العتيق رائع وفيه فيه تراث حي جوته يعني التراث الحي طبعا المهنة القديمة وحتى سوى المتحف متحف صابون وفيه متحف طبعا بيتدباني ومتحف رائع عن تاريخ عن تاريخ المدينة وصار فيه يعني صار يهتموا كتير بالحفاظ على المباني التاريخية والحقبة العثمانية والمملكية جوات المدينة بس حد المدينة فيه موقع أسري معبر عن تاريخ الفينيئة كمان لأن هونيكي معبد أشمون أشمون هو أسكولاق طبعا الرومان عند الأغريك هو إله الشافة كان فيه هونيك مكان متل دار بيروحوا لعالم تيشفوا وكان الماء تقطع حده يعني أكيد كان متل سباو ماشي حمام ماشي من هالنوع بس أنه كان معتمد هونيكي وفيه معابد من الحقبة الفينيئية وبعدها الحقبة الهنسية وبعدها الحقبة الرومانية والحقبة البيزانتية فيه الفوسافساء كمان موجودة هذا موقع كتير حلو عمدخل مدينة صور بعده بالمرحلة الأولية مثل ما قلنا بحث وترميم لأن رممنا الفوسافساء بس ما وصلنا على مرحلة الإبراز بعدنا على تقليعة مرحلة الإبراز دكتور قدي اليوم هيك التعويل على هذه الجلسة اللي رح تصير بباريس لا تحمي يعني اللي بيحكي معك بيشوف الشغف اللي بتحكي فيه عن كل هذه المواقع وبعتقد بعض بلبنان يمكن في كتير مواقع مش مكتشفينها أو يمكن مش عارفين فيها أو يعني اليوم قدي مهم لشخص هل قدي مولع بالأثار أنه تتأمن هذه الحماية المعززة طيب نحن هذه الحماية المعززة مثل ما قلت عننا نحن عملية متو ما مقول سوالنا الهومورك طبعنا يعني سوالنا اللي علانة أنه هنسويه وأنا برجع بعيد شكري وأنا والتهنيئتي للمديري عامل أثار وزارة السقافة بالعمل اللي أقاموا فيه يعني عمل جبار وصعب كتير يقوموا فيه بهالمدة القصيرة بس نحن سوالنا اللي علانة هلأني الداب بيقطع منه موقع 2 3 5 10 20 ما بعرف إن شاء الله يقطع أكبر عدد ممكن بس إنه الشغلة رح تكون صعبة أكيد لأن ده لازم نعرف إنه ما فيه لنا كتير مواقع مدرجة هيكة على الحماية المعززة بالعالم يعني يمكن حوالها 30 بالعالم كله بالعالم كله فيه بس 30 موقع عنده حماية معززة ليل كتير أوكي واحد اثنان بدك توافق توافق عام من كل الأعضاء طبعا اللجنة اللي هي مؤلفة من 12 عضو توافق عام وصوته كلهم لأن لازم 10 أصوات من أصل 12 يصوته مع الإدراج وأكيد بيصوته موقع موقع وراء موقع أكيد يعني فيهم يقولوا مثلا أنه أوكي موقع شعفنا أنا سرافاند منه أهل موقع بعلبك أهل يصوته لواحد ما يصوته للتاني ويقدروا يقنعوا الأكترية بس أكيد الطابع عندهم هيكون عند اللجان يعني اليوم كمان دكتور هيك فيه شئ منتوجه فيه ربما للمجتمع الدولي بس كمان فيه شئ منتوجه فيه للمجتمع المحلي بلبنان حول أهمية هذه المواقع فيه مش دايما الإنسان بيكون عنده وعي لأهمية هيدا المواقع يمكن يعتبر أنه حيازتها قد تمنعه من قيام بنشاط اقتصادي معين ولكن ضروري نشير إلى قديش هيدا المواقع بتخلق حركة اقتصادية بمحيطها يعني بتفيد كل إنسان عايش بمحيطها نحنا عمدة عشرين سنة بجع بعيد بمدري العامل للأثار بمجلس الإنماء والآمار قمنا بمشروع كتير مهم بهيدا الإطار اللي هو مشروع الإسساء والتنمية المدينية وبهيدا الإطار نحنا اعتمدنا على الآثار والتراس والقيمة التاريخية تبع المدن مشان تنخلق نخلق الظروف المناسبة لإنعاش الاقتصاد المحلي وتحسين شروط العيش بهالمدن التاريخية ونجحنا كتير نجحنا مثلا بمدن مثل بجبال وصور يعني اليوم صور كانت من ثلاث سنين ما تلاقي محل بدار ألمى بأوتال دار ألمى قال لهو بالمدينة التاريخية لأنه صارت المدينة عم بتعج بالسياح وصارت المدينة لأن فيها التراث فيها ولأن فيها الأثار ولأن فيها يزوروا فيها الشط وعندهم عندهم كتير مكونات وتم ترميم كل الطور القديم يعني المرفق القديم والصيادة وساعدنا الصيادين وأنشأنا الهال يعني السوق الخضار بنص المدينة مع مبنى كبير لائق للمدينة وساحات العامة اللي خلقناها دير مدار عمدخل البوابة طبعا صور يعني ومجتمع المحل قيم بعمل رائع بصور يعني رئيس الملدية كان بجنن يعني الحج حسن يعني سوى شغل رائع بصور وفسر وكان عم يفسر قديش مهم نحافظ على هيدا التراث والأثار وتم بهالعمل وتطورت المدينة كان فيها أنجأ اثنان قتلات صار فيها عشرين قتل صار فيها كل البيوت القديمة بدء بريكفست صار مرحلة الترميم مرحلة الإبراز ومرحلة التنمية اللي شدناها بصور وعلى ساوت إنصور صارت أتراكشن غير شكل وأهمنا نحنا نوصل على هالمرحلة مش أنت نقول لأولادنا تفضلوا استلموا بقى أكيد إنه جبال حد سيبولا حرج يعني نحن نعف كلتنا جبال كيف نقمنا يعني فتنا بأعمال تضبيط المدخل الرئيسي تبع جبال مع الفورومان تبع جبال صارت العالم ما تتكنز منه نيك أوكي والمطاعم والأهوة تبع جبال واو إذلك كل ناس في حد موقع أثري أو تراثي يجب أن تعي أهميته ويمكن بالعكس لازم هي تعمل أو تضغط باتجاه إنه نوصل للإبراز حتى تقدر تنمي المنطقة أهم شيء تحافظ عليك تحافظ عليك وصدقين المدرية العام الأسهار على طول هي وتسمع لهم وبتساعدهم وعكس بكثير عالم بيقى تقدم يعني في كثير عالم في فكرة في لبنان إنه المدرية العاملة للإثار هي بتوقفنا وما بتخلينا غلط 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 هي بتوقف لتحمل يعني عوايه هي بتساعد بالتنمية هي بتساعدهم لأن هي معتبرها إنه أكبر كنز في لبنان أكبر كنز في لبنان البترول طبعنا البترول طبعنا هو آثارنا هو تراثنا هذا مستدام هذا يعني رسورس مستدامة يعني طاقة للمستقبل فينا نحن ننم بلدنا بطريقة غريبة عجيبة إذا بنهتم بهذا الموضوع شوفوا شو عم بيصير بسانتوريني شو عم بيصير بإيطاليا شو عم بيصير باليونان كل هالبلدان عم تستشيد من تاريخها تتنمي اقتصادا على أمل يعني إنه الاعتداءات الإسرائيلية مطال هيدا المواقع على أمل أنه توقف هذه الاعتداءات لأنه بنرجع عم نحكي عن العنصر البشري اللي هو الأهم وعدد الضحايا المدنيين يعني عم يرتفع كل يوم بيوم دكتور جان يعني لا يمل صراحة تعلمنا مليون شغل اليوم من هذه المقابلة شكراً كتير على وجودك معنا ونحن بريك ونرجع لحتى نتابع هذه الحلقة معي ومع يارا يلي أو هذه التغطية المباشرة اللي بطبيعة الحال عم نواكب فيها كل ما يحصل على الأرض ولكن نضيء أيضاً على كل المواقع التراثية اللي لبنان اليوم والأثرية اللي لبنان اليوم عم يضغط ورح يضغط بجلسة مبعض الظهر بباريز لحتى يكون عم تدرج ضمن لائحة الحماية المعززة لحمايتها من الاعتداءات الإسرائيلية ببرايكم لرشا موسيقى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر